أحيانا قد يروي أحدنا حديثا بلغة يكون فيها لحن فهل يعد هذا حديث شريف طبعا فهل يعد هذا من قبيل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي لمن يتقن أو كذا ويخشى أو لا يحفظ الحديث جيدا يقول بما معناه إما يقول في نفسه ويقوله عالا وجهرا بما معناه ويقوله في الحديث ولا ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم منصه ولفظه فإنه إذا فعل ذلك يكون متعمد للكذب لأنه إذا كان إنسان يحرف ويجزم بأن هذا نصقه النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك فهذا حرام لا يجوز لك لابد أن يقول في نفسه أو ما معناه أو يصرح بذلك أو لا ينسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم